السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين الكرام اهلا مرحبا بكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين ان شاء الله النهاردة اخوان عزائي هنتكلم عن عشرة احلام مهمين جدا وخاصة للنساء يعني بإذن الله الاحلام دي تدل على بشارة قادمة او فرحة قادمة او خير قادم او رزق قادم للنساء طبعا اخوان عزائي ما فيش شك ان اي رؤية نشوفها ممكن تكون اه يعني سبب سعادتنا ويكون فيها خير كتير جدا لنا او تكون رسالة مهمة جدا لنا ان احنا نصبر ونستحمل شوية وان شاء الله بعد الصبر وبعد الهم وبعد الحزن وبعد التعب بيكون فيه خير وبيكون فيه فرج قريب جدا وانتهاء للمشاكل بتاعتنا من خلال بعض الرؤى البسيطة جدا ممكن تتغير حياتنا وطبعا لما نبقى عارفين ان الرؤى دي تدل على الشيء اللي هو الخير القادم نبقى يعني حاجة كده تصبرنا وحاجة كده تطمننا ان احنا خلاص بازن الله على طريق وان احنا خلاص كده كده هتاخد اه الشيء اللي تتمناه والشيء اللي انت نفسك فيه اخواني العزاء هنتكلم عن الرؤى دي بالتفصيل ولكن قبل ما نخش في تفاصيل الفيديو احبا لكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر اشارات ليس لكم جميع في دياتنا باستمرار لو حد عند رؤية وحلم وحب يفصرها ممكن يكتب لنا في التعليقات وان شاء الله نتواصل معاه ورد عليه في اسرع وقت اخواني العزاء هنتكلم عن الرؤى التي تخص النساء رؤية مفارش السرير المرأة لو رأت ان هي بتغير مفارش السرير او بتشتري مفارش مثلا منزلها في مفارش جديدة جدا حاجات كده اشكال مبهجة واشكال حلوة دي علامة على الخير القادم وعلامة على بشارة وعلامة على فرح قريب الرؤية التانية رؤية البطاطين البطاطين حاجة كويسة جدا وكل ما كانت الوانها كويسة كل ما كانت حاجة كويسة ممكن مسلا واحدة يجيس شخص يهديها بطنية او ان هي مسلا بتشتري بطنية او الكلام ده اشارة جميلة جدا على الخير والفرج والفرح القريب بازن الله كمان اخوانا عزاق رؤية مهمة جدا رؤية الازدال والعباية الازدال والعباية اخوانا عزاق مهمين جدا في حياة النساء ولما نشوفهم في المنام بتكون بشارة للستر والخير القادم ان شاء الله طبعا العباية ديت بتدل على الزواج للمرأة يعني لو المرأة اللي هي رأة اه العباية في المنام دي اشارة الى زواجها ان شاء الله ولو هي متزوجة اشارة الى انجاب واشارة الى فرح قريب جدا ان شاء الله كذلك الامر الازدال بيدل على قوة الايمان بيدل على الخير والرزق بيدل على قوة صبرها ان هي لازم تصبر وان بازن الله ربنا هيرزقها باللي بتتمنى كمان اخوانا عزاق من الرؤية المهمة جدا في حياة النساء رؤية الطرحة الطرحة نفس الشيء بتدل على الستر بتدل على تغيير احوال مسلا كل ما كانت الوان الطرحة مبهجة والوان كويسة كل ما كانت الفرح القادم بإذن الله حاجة هتسعد بيها كمان ممكن تشوف ان في شخص بيهديها طرحة ده ممكن تكون اشارة الى زواجها او اشارة الى انجاب او اشارة الى انتهاء مشاكل في حياتها كمان اخوانا عزاق ممكن واحدة لها جدتها مثلا جايبها لها طرحة في المنام دي بشارة لها بزواج قريب ان شاء الله لو هي فتاة عزباء ايضا اخوانا العزاق الملابس الداخلية او شراء الملابس الداخلية في حياة المرأة المطلقة اشارة الى زواج قريب بإذن الله وتغيير احوال وبالنسبة لعزباء ايضا اشارة الى زواج قريب او ارتباط وبالنسبة للمرأة المتزوجة اشارة الى انجاب يعني رؤية اشارة الملابس الداخلية من الرؤية المهمة جدا التي تدل على تحقيق امنيات وفرج قريب بإذن الله تعالى دي مجموعة من الرؤية اخوانا عزاق بتدل على بشارة وفرحة قريبة ان شاء الله اتمنى كمان اخوانا عزاق من الرؤية المهمة جدا رؤية التاج ورؤية العقد وايضا رؤية الحلق ورؤية الخاتم كل الرؤى دي رؤى مبشرة جدا للنساء تبشرها بتحقيق امنية ان شاء الله ممكن الفتاة العزباء بتبشرها ان في زوج صالح بإذن الله لها والمرأة المتزوجة بتتبشر بالحاجات دي بالانجاب والمرأة المطلقة ايضا بتتبشر بالرجوع وانتهاء المشاكل وانتهاء الهموم وربما ترمز الى زواج جديد والله اعلى واعلم فطبعا رؤية الحلية بالنسبة للمرأة رؤية جميلة جدا تدل على تحقيق ومنيادة غلياء ان شاء الله اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الانشارات لحسلكم جميع فيديوهاتنا باستمرار شكرا لكم على مشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته